في مايو كان هناك أحد العوامل تخزت فيها إجراءات وهي إجراءات مستقرة أو يمكن أن يكون قد تم تخفيضها في يونيو بالنسبة للتوقعات، بالنسبة للموء الأجور التي أحدثت، ضغوطات تضخمية قد انخفضت قليلاً ونرى بأن هناك تقييد بالنسبة للشروط التمويلية وفي الوقت عينه، الضغوطات بالنسبة للأسعار المحلية ما تزال مرتفعة وهناك ارتفاع في تضخم الخدمات وعلى الأغلب سيبقى التضخم أعلى من المستوى المستهدف حتى السنة القادمة نحن مصممون بأن يعود التضخم على المدى المتوسط إلى 2% ونبقى أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي لتحقيق هذا الهدف وسنتابع اتباع البيانات في اجتماعنا، كل الاجتماع على حدى من أجل تحديد المستوى المناسب لهذه القيود ومدها وبالتحديد قرارات أسعار الفائدة ستتم بناء على تقييمنا للنظرة المستقبلية للتضخم والبيانات النقدية والمالية وأيضا الديناميكيات التي تحرك التضخم وكذلك آليات التحول في السياسة طبعا نحن لا نعود للالتزام بأي مسار للفائدة محدد وطبعا موجود على موقعنا على الإنترنت أسعار الفائدة الرئيسة سأقدم لكم الآن بشيء من التفصيل كيف نرى اقتصادنا وتضخم يتطوران وكذلك الظروف النقدية والمالية أنتقل إلى النشاطات الاقتصادية إن المعلومات الواردة تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نمى في الربع الثاني ولكن بوتيرة أبطأ من الربع الأول والخدمات تقود التعافي بينما الإنتاج الصناعي وتصدير السلع كان ضعيفا مؤشرات الاستثمار تقول بأن هناك نمو في العام 2024 مع وجود شيء من عدم اليقين ونتوقع للتعافي أن يكون له دعم من خلال الاستهلاك بسبب تقوية الدخل الحقيقي بسبب التضخم الأقل والأجور الإسمية الأعلى والصادرات يجب أن تتفق مع الطلب العالمي المتزايد أخيرا السياسة النقدية يجب أن تضع ضغوطات أعلى الطلب على المدى الطويل سوق العمل يبقى مارنا ومعدل البطالة لم يتغير بقي عند 6.4% في مايو وبقي في أقل وضع منذ مايو وكذلك نقول بأنه بالنسبة للربع الأول كان هناك دعم من قبل زيادة القوى العاملة لعدم زيادة البطالة المزيد من الوظائف يمكن أن تكون قد أنشئت في الربع الثاني لسيما في قطاع الخدمات والشركات بشكل تدريجي تخفض من العروض عن وظائف ولكن للمستويات العليا بالنسبة للسياسة الهيكلية المالية يجب أن تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تنافسية الأمر الذي يمكن أن يساعد على زيادة النمو المحتمل ويخفف الضغوطات على المدى المتوسط التنفيذ الكامل للجيل الثاني من برنامج الاتحاد الأوروبي وكذلك تطور أسواق رأس المال وكذلك السوق الأوروبية الواحدة يمكن أن تعزز من النمو وتعزز من الاستثمارات في التحول الطاقوي والأخضر نرحب بإرشادات المفوضية الأوروبية الأخيرة التي طلبت من الدول الأوروبية أن تعزز من الاستدامة في المالية العامة لمنطقة اليورو في العام 2025 إن تنفيذ إطار الحوكمة المعدة للاتحاد الأوروبي بالكامل ومن دون تأخير يمكن أن يساعد على تخفيض العجز المالي لدى الحكومات ويحافظ على الأجور بالنظر الآن إلى التدخم السنوي وصل إلى 2.5% منخفضا من 2.6% في مايو وأسعار الغذاء ارتفعت بمقدار 2.4% في يونيو وهي 0.04% أقل من ما كان عليه الحال في مايو تدخم أسعار السلع والتدخم أسعار الخدمات لم يتغير في مونيو عند 0.7% بالنسبة للسلع و 0.4% بالنسبة للخدمات طبعا هناك عامل أدى الارتفاع تدخم قليلا ولكن معظم القياسات الأخرى بقيت مستقرة أو انخفضت قليلا في يونيو التدخم الداخلي يبقى مرتفعا دومستيك والأجور ما تزال ترتفع بمعدل مرتفع لتعويض عن الفترة السابقة من التدخم المرتفع والأجور الإسمية الأعلى مع ضعف الإنتاجية أضافت إلى نمو كلفة الوحدة من العمالة في الربع الأول من هذه السنة بالنسبة لموضوع تعديل الأجور وطبيعتها العنيدة النمو في كلفة العمالة على الأغلب سيبقى مرتفعا على المدى القصير وفي الوقت عينه البيانات الحديثة حول تعويضات العاملين جاءت متسقة مع التوقعات وآخر مؤشرات أشارت إلى أن نمو الأجور سيعتدل خلال السنة القادمة بالإضافة إلى ذلك الأرباح تقلصت في الربع الأول مما ساعد في التعويض عن الضغوطات التدخمية من جراء وجود كلفة مرتفعة لوحدة العمالة وطبعا الأرباح ستقلق على المدى القصير طبعا ستبقى الأسعار بحسب ما هو موجود هذه السنة بسبب تأثيرات قطاع الطاقة بعد ذلك متوقع أن تنخفض وصولا نحو مستهدفنا في منتصف العام القادم بسبب وجود ضعف أكبر في كلفة العمالة والسياسة النقدية التشددية وأيضا تأثيرات انخفاض التدخم بالنسبة لتوقعات طويلة المدى للتدخم تبقى مستقرة بشكل عام بحدود 2% لننظر الآن إلى تقييم المخاطر المخاطر على النمو الاقتصادي انخفضت قليلا فالاقتصاد العالمي الأضعف أو التصعيد في بعض الدول الرئيسية والاقتصادات الرئيسية بالنسبة للتجارة تبقى مهمة وأيضا حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط زاد من المخاطر جيوسياسية ذلك ممكن أن يؤدي إلى أن تصبح الأسر والشركات أقل ثقة بالمستقبل يمكن للنمو أن يكون أقل إذا كان تأثير السياسة النقدية تبين أنه أقوى من المتوقع ويمكن للنمو أن يكون أعلى إذا انخفض التضخم بأسرع مما هو متوقع وارتفاع الثقة والدخل الحقيقي يعني بأنه سيكون لك زيادة في الإنفاق بأكثر من التوقعات أو أن نمو الاقتصاد أعلى من المتوقع من نسبة للتضخم ممكن أن يكون أعلى مما هو متوقع إذا كان هناك زيادة في الأجور بأكثر من المتوقع ومخاطرة أن يكون لك ارتفاع للتضخم يمكن أن يأتي من الضغوطات الجيوسياسية التي تزعل كلفة التجارة والشحن أعلى على المدى القصير بالإضافة إلى ذلك تأثيرات الحوادث الطبيعية المناخية المتطرفة يمكن أن ترفع أسعار الغذاء على عكس من ذلك قد ينخفض تضخم إذا السياسة النقدية خفضت من الطلب بأكثر من المتوقع أو أن البيئة الاقتصادية في باقي أنحاء العالم تدهورت بشكل غير متوقع بالنظر إلى الظروف المالية والنقدية الآن أن تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو قد تم انتقالها بشكل سلس إلى أسعار أسواق رأس المال وكلف التمويل تبقى مقيدة مع زيادة أسعار السياسة التقييدية التي بقيت بدون تغيير أن معدل أسعار الفائدة من نسبة للقروض الجديدة للشركات انخفضت إلى 5.1% بينما بقيت الفائدة على القروض الإسكانية من دون أي تغيير معايير القروض بالنسبة للقروض بقيت محكمة ومتشددة ومسح الإقراض للبنوك بدأ تشدد قليلا في الربع الثاني بينما المعايير بالنسبة للإقراض السكني اعتدلت قليلا أقول بأن الإقراض للشركات انخفض قليلا بينما الطلب على القروض السكنية ارتفع للمرة الأولى منذ بداية العام 2022 إذن بشكل عام نقول بأن تبقى ديناميكيات الائتمان والدين ضعيفة وكان هناك نمو بمقدار 0.3% في القروض إلى الأسر والنمو السنوي في العرض النقدي ارتفع إلى 1.6% في مايو من 1.3% في إبريل إذن ختاما أقول بأن مجلس المحافظين قرر اليوم أن يبقي على أسعار الفائدة الثلاثة من دون تغيير ونحن نريد أن نحافظ على هدفنا بالوصول إلى تضخم بمقدار 2% بشكل مناسب ونبقي السياسة النقدية التشددية بما يكفي لتحقيق هذا الهدف وسنتابع الاعتماد على البيانات ومقاربة الاعتماد على البيانات في كل اجتماع على حدة من أجل تحديد مدة التقليد وبالتحديد قرارات أسعار الفائدة ستقوم بناء على تقييمنا للنظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في ضوء البيانات الاقتصادية ودينميكيات التضخم وقوة قنوات التحويل في السياسة النقدية نحن لا نلتزم مسبقا بأي مسار خاص بأسعار الفائدة على أي حال نحن سنبقى جاهزون من أجل إدخال أي تعديل دفق صلاحياتنا لنتأكد بأن التضخم يعود إلى الهدف المتوسط الأجل وأن يكون هناك تحول سلس في قنوات السياسة النقدية الآن أنا جاهزة لأأخذ أسئلتكم سيدة لاغارت شكراً السؤال الأول من بلومبرغ شكراً مساء الخير قلت بأن ضغوطات الأسعار المحلية ما تزال مرتفعة أرجو أن تحدثينا ما هي مسارات القلق بشأن موضوع الإنتاجية وماذا تريدون أن تروا في البيانات من أجل أن يتكونوا مرتاحين بالنسبة لتخفيض الفائدة في سبتمبر سؤالي الثاني حول سياسة المالية العامة موضوع العجز وبطء الإدماج أو الكونسوليديشن في بعض الدول يمكن أن يؤثر على الاستقرار ما رأيك؟ شكراً جزيلاً على سؤاليك دعني أبدأ بالسؤال الثاني وسأكرر لك فقرة ناقشناها وعدلنا فيها قليلاً ولكنها تبقى مناسبة للإجابة وهي في أن السياسات العامة المالية يجب أن تهدف إلى المحافظة على الاقتصاد في وضع تنافسي وتخفف من الضغوط السعرية وأيضاً تنفيذ الكامل لأجيل الثاني من برامج الاتحاد الأوروبي وما يتعلق بالاتحاد النقدي يمكن تعزيز السوق الواحدة من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تعزز من الافتكارات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ربما هذه من الأمور التي سمعتها هذا الصباح عندما تم تقديم هذه المقترحات ما هو مهم بالنسبة للنواحي المالية العامة هي الجملة التالية نرحب بإرشادات المفاوضية الأوروبية الأخيرة التي تلبط من الدول الأوروبية أن تعزز من الاستدامة في المالية العامة وفي منطقة اليورو في العام 2025 إن تنفيذ إطار الحوكمة بالكامل للاتحاد الأوروبي ومن دون إبطاء يمكن أن يساعد الحكومات على تخفيض العجز في الموازنة ويضع التضخم على مسار مستدام هذه الأمور التي تمت مناقشته ونعتقد بأنه بيان قوي جدا وتأكيد على مبادئ السلوك بحيث كل الدول الأعضاء التي وافقت على أن مجموعة من القواعد بشأن إطار الحوكمة للمالية العامة أن تلتزم بهذا الإطار هناك عملية وطبعا سنجعل هذه الدول تقدم مقترحات دورية يتم مراجعتها وطبعا مجموعة القواعد كلها يجب تنفيذة واحترامة بالنسبة لسؤالك الأول وقد أعطيتني فرصة لأقول ما الذي تم مناقشته في مجلس المحافظين خلال اليومين الماضيين وتحديدا هذا الصباح أرى جدا النقاشات التي تمت هذا الصباح على أن هذا أو ذاك وعندما تسألني عن الجانب الآخر أو الأثراند المتعلق بالخدمات وتضخم الخدمات وهو من الواضح أنه يمثل الأسعار المحلية التي ذكرتها والأسعار المحلية دوميستيك برايس مرتفعة وقد ازدادت قليلا بعد قراءات مايو ولكننا نعتقد بأنها يتم تحديدها بشكل أساس من خلال ما نسميه WPP وهو الأجور والأرباح والربحية وطبعا هذا الجمع بين الأجور والربحية والأرباح بناء على معلومات محدودة لأنه ليس لدينا الكثير من التشعب في التقاء هذه العوامل وننتظر مزيد من البيانات خلال الأشهر القادمة ولكن يمكن أن أقول أن الأجور سواء كنت تقيس من منظور تعويضات العاملين بشكل سنوي أو متتبع الأجور أو أي وسائل أخرى يمكن تضمينها أيضا يمكن أن تشير لنا بالاتجاه هل سيكون هناك ارتفاع في الأجور وهل هذه موجودة أصلا وطبعا بالتأكيد أخذت بالحسبان في اجتماعنا ليونيو طبعا هذا لم يأتي كمفاجأة بالنسبة لنا هناك الكثير من المكونات التي تساعدنا على تتبع مسار التضخم من أجل التعويض عن خسارة القدرة الشرائية التي خسرها العمال خلال السنتين الماضيتين ما هو مثير للاهتمام لأن النقاش كان يضم أيضا ممثلين من البنوك المركزية الوطنية هل سيبقى ذلك مرتفعا هذه السنة الكثير من المسوحات وأيضا مسوحات الهاتف بالنسبة للشركات أو مع الشركات أشارت إلى أن هذا التوجه بالنسبة لارتفاع الأجور قد انخفض بشكل كبير سينخفض بشكل كبير في العام 2025 وأكثر في العام 2026 إذن هذا هو الاتجاه الذي ننحو نحوه بالنسبة للإنتاجية هناك عنصر قليل من التعافي برقم ضئيل جدا الإنتاجية كانت ناقص 1 الآن ناقص 0.6 ولكنها بالتأكيد ليست ما نريد أن نراه توقعاتنا هي أن مع ارتفاع الاستهلاك مع المزيد من الطلب التعافي سيتقوى وذلك سيرفع من الإنتاجية لأن قدرة الموظفين سيطلب منها أن تستجيب للطلب ولمزيد من إنتاج السلع والخدمات في خطاعات الموردة لهذه الخدمات إذن أقول تحسن طفيف في شهر يونيو ونأمل رؤية المزيد من ذلك مع زيادة الطلب بالنسبة للأرباح المكون الثالث هو العكس مقارنة الآن مع ما لاحظنا في العام في الربع الأخير من عام 2023 أي أنه انخفض إلى ما هو سالب في إذن امتصاص كلفة العمالة الإضافية قد نتج عنها زيادة في كلفة العمالة إذن هكذا هو تحليلنا للأسعار المحلية ولكن من الواضح أنه مرتفع وهو مكون الأسعار الذي نحاول أن نراقبه بحذر وبدقة ذلك يقودني أيضا إلى كلمة استخدمتها استخدمتها يشير بالنسبة لمن يهتم منكم بقراءة خطابي الذي قدمته في سنترا أنا تحديدا أشرت إلى الاعتماد على البيانات وهذا أمر يتم القيام به من قبل كل أعضاء مجلس المحافظين ولكن الإشارة أيضا ليس إلى الاعتمادية على البيانات اللحظية فننظر إلى الأجور وإلى قياسات أخرى بعناية وتأنن وهذا ما فعلناه خلال اليومين الماضيين آسفة جوابي كان مطولا ولكن حاولت أن أغطي الموضوع سي أم بي سي شكرا رئيسة لاغارد لدي سؤال حول معدلات سبتمبر المحتملة إذا بقيت الأمور كما هي الآن وأن المؤشرات جاءت وفق ما تتوقعون هل سنرى تخفيضا للفائدة في سبتمبر وسؤال الثاني نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية عن إمكانية أن يكون هناك رفع للتعرفة والمزيد من التوترات التجارية مع بعض شركاء التجارة هل سيزيد ذلك من التأثيرات التدقمية؟ شكرا على سؤاليك القرار الذي تخز هذا الصباح كان قرارا بالإجماع ولكن ما كان أيضا محددا بالإجماع هو حقيقة مفادها بأننا مصممين على أن نبقى معتمدين على البيانات وأن نقرر بناء على كل اجتماع على حدى وأن لا يكون لدينا أي مسار محدد مسبقا للفائدة إذن السؤال المتعلق بالسبتمبر وما الذي سنفعله في سبتمبر يبقى سؤالا مفتوحا تماما وسيحدد بناء على كل البيانات التي ستردنا من الواضح أن توقعاتنا المستقبلية من يونيو ستكون عن المستقبل من يونيو يبقى نقطة ارتكاز ولكن سنأخذ بالحسبان كل البيانات التي سترد لنقرر ما الذي سنفعله في سبتمبر ليس هناك من مسار محدد مسبقا وهذا أمر اتفق عليه كل أعضاء المجلس المحافظين بالنسبة لموضوع التعريف والتي ذكرت هذه ناحية مهمة وسيكون هناك نقاش داخلي ضمن مجلس المحافظين حول المخاطر الناتجة عن التقسيم والتجزئة وزيادة التعريف التي تمت الإشارة إليها بأنها ستزيد إذا ما دخلت إلى الصورة وهذا أمر مهم طبعا أخذينا بعين الاعتبار أن الصاديرات هي واحدة من محركات التعافي كما أشرت وهو الاستهلاك أولا وأخيرا مدفوعا بزيادة القدرة الشرائية التي تنتج عن زيادة الأجور الإسمية وانخفاض التضخم ولكن أيضا الزيادة في التجارة مهمة كنتيجة للتصدير من أوروبا إلى باقي أنحاء العالم يبقى أمر مهم بالنسبة لنا وهذا أمر سنهتم به بشأن القرارات السياسية التي تتخذ حياله من قبل أي جهة في المستقبل شكراً شكراً سؤالي الأول قلت بأن القرار كان بالإجماع هل ناقشتم أم تريدون مناقشة نواحي تخفيض الفائدة اليوم؟ وسؤالي الثاني هل تشعرين بثقة أكبر أو أقل؟ بشأن الوصول التضخم إلى المستهدف في النصف العام 2025؟ من نسبة لسؤالك الأول أنت تعرف كيف تعمل مجالس المحافظين الكثير من النقاشات وتقديم وجهات النظر يوم الأربعاء يوم الثلاثاء يكون هناك نقاش مكثف بين الاقتصاديين الرئيسيين وكل عضو في مجلس المحافظين يذكر هل يدعم المقترح أم لا يدعم مقترح فليب بلين وهو الاقتصادي الرئيس في مجلس المحافظين وكما قلت ذلك يتضمن أيضاً تخفيضات الأسعار الفائدة التي سيتم اتخاذها بناء على كل اجتماع على حدى حسب البيانات وليس هناك من مسار مسبق التحضير حولها أشرت إلى موضوع الثقة ونحن لسنا البنك المركزي الوحيد في العالم الذي يشير إلى الحاجة إلى وجود ثقة كافية بشأن مسار التضخم والعملية انخفاض التضخم أعتقد بأننا في مرحلة حيث مع وجود بيانات إضافية بيانات إضافية وليس ممكن أن يكون ذلك بشيء من التفصيل خلال الأشهر القادمة إذا مع البيانات الإضافية إذا تم تأكيد أو إذا أكدت هذه البيانات على العملية التخفيض التضخم التي تتم الآن ذلك سيعزز من ثقتنا وسنرى ولكن يتضمن ذلك نطاقاً متنوعاً من البيانات وسنراجع هذه المكونات وسنستمر في متابعة اسلوبنا الذي يعتمد على النظرة المستقبلية الذي يعطينا الطريق الذي يمكن أن ننظر به للأمام وأيضاً تفكيك المكونات وقنوات التحويل هذه كلها من الأشياء التي نركز عليها وقالت الأنباء الفرنسية شكراً لك سيدة لاغارد أتغير شكلك قليلاً شكراً لك السيدة فاندرلاين السيدة فاندرلاين التي انتخبت لي مدة خمس سنوات جديدة هناك وضوح في بروكسل ولكن طبعاً هناك الكثير من الضباب بشأن باريس وطبعاً سنرى ممارسة لما سأسميه سباحة متزامنة من قبل الجميع في الانتخابات الفرنسية في ضوء ذلك أرجو أن تقولي لنا تعليقك على الانتخابات على تعيين سيدة فاندرلاين لخمس سنوات قادمة والسؤال التالي هل تعتقدين بأن السياسة النقدية في كامل هذه العملية وليس فقط في هذا الاجتماع وما حدث قبلها يمكن أن تتأثر بشأن مثلاً أن أربعين بالمئة من الموظفين في هذا المكان أعلنوا بأنهم يعانون وفق المسح الذي قمتم به في أيامي التي كنت أسبح بها بشكل متزامن كنا نقول لديك خيار إما أن تسبح أو أن تفكر الفرق يتحقق بالعمل الشاق الذي تبذل هذه السباحة المتزامنة التي ما تزال واضحة في ذهني لن أعلق على مجالات السياسة التي أشارت إليها السيدة فوندرلين لأن خطابها كان في وسط نقاشاتنا هذا الصباح عند الحادي عشر صباحاً كل ما يمكن أن أقوله طبعاً أقدم لها تهنيئتي على إعادة انتخابها ونتطلع إلى المقترحات على المستوى الأوروبي حالياً نركز على إطار الحوكمة الذي تم المصادقة عليه من قبل المجموعة الأوروبية ونريد أن نرى تنفيذه في الأسابيع الأولى من سبتمبر سألتني عن موظفين وأنا أود أن أقول بأنه رقم واحد غالبية مهمة جداً إن لم تكن 80 إلى 90% من موظفين لديهم الحافز الكبير من خلال مهمة العمل في البنك المركزي الأوروبي لصالح المواطنين الأوروبيين أود أن أقول أيضاً بأن الكثيرين يعملون بشكل شاق في هذه المؤسسة وكل الأوروبيين يجب أن يقدروا أن هذا العمل الذي يترجم إلى بعض التوصيات أو إلى أرقام قليلة وإلى بعض السياسات هي أمور حقيقة تأتي بعد عمل كبير جداً وأنا ممتنة جداً لموظفي البنك المركزي الأوروبي لما يفعلون وأنا حقيقةً أشعر بالفخر لقيادتي لهذه المؤسسة أنا لا أقرأ لا من ورقة ولا أردت أن تكون هذه من نقاط التي أتحدث عنها ثانياً لأننا يجب أن نكون مدركين للمقدار العمل الكبير الذي يقوم به موظفينا في البنك المركزي الأوروبي طبعاً لدينا برامج ولدينا الكثير من الوسائل والأدوات المتوافرة لأعضاء الموظفين الذين يشعرون بالضغط وأنهم لا يحصلون على الفرص الجيدة ونحن نستخدم هذه الأليات أعطيك مثال منذ أصبحت رئيسة المركز الأوروبي وضعنا مجموعة من الإجراءات التي تحدد الوسيط الذي بدأ عمله في بداية هذه السنة هناك مجموعة من ورشات العمل للقيادة في المؤسسات من أجل أن يفهموا تبعات القيادة وما الذي تعنيه أهمية تقديم الحوافز والتشجيع للموظفين الذين يعملون في مختلف أقسام البنك المركزي الأوروبي سنتابع القيام بذلك سنتابع الحوار مع كل الموظفين وبالتأكيد مع بعض الممثلين ولدينا أيضا المسح من أجل أن يوجه عملنا وأن نفهم تماما ما هو على المحك ولكن هناك قوة كبيرة أحصل عليها من الحافز الموجود لدى موظفين ومن الحقيقة التي مفادوها أنهم جميعا يريدون القيام بعمل جيد لصالح كل الأوروبيين سؤالين مني إذا سمحت أولا كم تعتقدين المركزي الأوروبي سيحتاج من أجل تباطئ الاقتصاد إذا لم تعتدل الأجور وثانيا أخذينا بعين الاعتبار أن دونالد ترامب يقود الآن في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر ما الذي تعتقدينه إذا ربح سيعنيه ذلك على مستوى التضخم والنمو في أوروبا؟ شكرا شكرا جزيلا لك مارتين بالنسبة لسؤالك الثاني لن أقدم أي توقعات بشأن تطورات سياسية في عمليات الانتخابات تجري وهناك بعض الظروف الدراماتيكية أيضا ذات الصلة بها أخذينا بعين الاعتبار تبعات مثلا زيادة التعريفة مثلا أو سياسات التي يتم تحديدها خارج منطقة اليورو من قبل أي دولة لدينا معها إما تجارة قوية أو روابط اقتصادية كبيرة وطبعا السوق المالي الأمريكي مهم جدا بالنسبة لنا والتطورات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية مهمة بالنسبة لنا لنرى تبعات على الاتحاد الأوروبي وعلى منطقة اليورو تحديدا بالنسبة لحجم أنت أشرت إلى أسعار الفائدة حركة أسعار الفائدة المطلوبة على ما أعتقد إذا لم تنخفض الأجور كما توقعنا أولا سأتعامل مع الإذا في سؤالك طبعا هو مجال نتعمق به ونبتبحث ونريد أن نعرف أكبر قدر ممكن من الأدلة والمسوحات والتقييمات بأكبر قدر ممكن ونقوم بذلك على مستوى كل البنوك المركزية الوطنية من خلال أيضا مسح على الهاتف وفق ما يردنا أيضا من يوروستات أيضا وحقيقة على أساس كل ما نرى نتوجه في العام 2025-2026 هو توجه هابط حقيقة ليس أساسيا لأننا ما من شيء من هذه الأمور أساسي أو بسيط وليس له أمثلة تاريخية تشبهه ولكن أقول بأن كان هناك فترة سنتين من تضخم مرتفع جدا لأنه طريقة علاقات الوظيفية في أوروبا لم يكن هناك عنصر اللحاق كاتشاب وبسبب تصميم على اتفاقيات العمالية الجماعية أو اتفاقات التفاوض الجماعي كان هناك تأثير كبير يظهر الآن والأرقام المرتفعة التي تراها هي في العام 2024 سواء نظرت إلى قطاع عام قطاع خاص تجارة تجزئات تجارة جملة وموضوع الكاتشاب أو اللحاق بعد أن يتمم وبعد أن تتم عمليات تنفيذ كل اتفاقات المفاوضة الجماعية سنرى كل بنك مركزي يقدم أرقامه وعندما يرى العودة إلى الأرقام المتسقة مع هدفنا لتضخم 2% في العام 2025 وحتى أكثر في النصف الأول من العام 2026 لن أتحدث عن تنبؤاتك لأن هناك الكثير من الفرضيات والفرض يعني ممكن أن تتحدث بشكل أرقام في فهم ماذا سيحدث قد نكون مخطئين وإذا كنا مخطئين سنقوم بما نفعله عادة سنعيد التقييم على أساس البيانات ثم سنتخذ القرار ثم سنتابع التقييد وربما تقييد وتجديد أكثر إذا دعت الضرورة بحيث نعود إلى هدفنا بالوقت المناسب وهذا سيكون هو الأساس في كل ما نقوم به العودة إلى المستهدف موسيقى شكرا